أمل دونكل هو شاعر مصري مشهور قومي وعربي ولد في أسرة صعيدية في عام 1940 بقرية القلعة مركز كفت بمحافظة كنة في صعيد مصر وتوفي في 21 مايو عام 1983 عن عمر 43 سنة زوجته هي الصحفية عبل رويني ورس أمل دونكل عن والده موهبة الشعر فقد كان يكتب الشعر العمودي وأيضا كان يمتلك مكتبة ضخمة تضم كتب الفقه والشريعة والتفسير وزخائر التراث العرب مما أثر كثيرا في أمل دونكل وساهم في تكوين اللبن الأولى للأديب أمل دونكل فقد أمل دونكل والده وهو في العاشرة من عمره مما أثر عليه كثيرا وأكسبه مسحة من الحزن تجدها في كل أشعاره أصيب أمل دونكل بالسرطان في البروستاتا وعانى منه لمدة تقرب ثلاث سنوات وتتضح معاناته مع المرض في مجموعته أوراق الغرفة التمنى وهو رقم غرفته في المعهد القومي للأورام والذي قضى فيه ما يقرب أربع سنوات وقد عبرت قصيدته السرير عن آخر لحظاته ومعاناته وهناك أيضا قصيدته ضد من التي تتناول هذا الجانب والجدير بالذكر أن آخر قصيدة كتبها دونكل هي الجنوبي لم يستطع المرض أن يوقف أمل دونكل عن الشعر حتى قال عنه أحمد عبد المعطي حجازي إنه سراعة بين متكافئين الموت والشعر رحل أمل دونكل عن دونيانا في 21 مايو عام 1983 لتنتهي معاناته في دونيانا مع كل شيء كانت آخر لحظاته في الحياة برفق الدكتور جابر عصفور وعبد الرحمن الأبنودي صديق عمره مستمعا إلى إحدى الأغاني الصعادية القديمة أراد أن تتم دفنته على نفقته لكن أهله تكفلوا بها